بعد ما رجعت أحداث باب الحارة مثل ما شفنا بالحلقة الماضية تستمر الأحداث ولكن هذه المرة بين مرسال و بيسان مثل ما يعرف أغلبنا أنه مرسال دي قرر أنه يسجل أغنية وفيديو كليب مناسبة المليون مشترك وبنفس الوقت بيسان أيضا دي السجل فيديو كليب جديد مرسال دي السجل أغنية الجديدة بألمانيا وتحديدا ببرلين وستوديو معين وخاذ الكلام هو معلن عليه من حوالي أسبوع أما بيسان عليت من أغنية مالتها من حوالي يومين زين وين المشكلة؟ المشكلة هي أنه بيسان قررت أنه تصور وتسجل أغنيةها الجديدة بألمانيا وبرلين وتحديدا بنفس الستيديو دي سجل بي مرسال واضح أنه مرسال كثير غضب من هذا الموضوع فقرر أنه يرد فنزل بحسابها بالإنستغرام ستوريات يتكلم على هذا الموضوع أنه هم كيف جالسين يقلدوا و رح أحط لكم ياها على متفتهمون أكثر شون دي أقصد يا حبايا بالقلب كيف وش خباركم رح أعمل فيديو أسئلة وأجوبة على اليوتيوب حابب أخذ أسئلة قوية منكم لأن الكل يشارك رح أحطه لسندوق كتبوا أسئلتكم بس ما تكون أسئلة متكررة فناطر وكمان بخصوص الستوريز اللي نشرته المبارح أنه يعني كانوا من كوليس الفيديو كليب اللي أنا عم أشتغل عليه فأساساً أنا من أسبوع ناشر هذا ستوري و أنا موجود بهذا المكان فراحوا يصوروا هنيكيا وراحوا كمانا يعملوا نفس اللي عبا عمنا هذا المكان صح ليس بي اسم أبي بس عيب نعمل هذا الشي يعني في برلين ألف مكان تقدروا تصور فيه لما أنتوا رح تصوروا بهذا المكان مكان ما أنا مصور الناس رح تقول أنه ليك عم يقلدوا بعض و هذا الحكي وأنا ما حابب أفوت بهذا الحوار والنقاش بس عادي دناءة النفس يعني مو أول مرة بتعملوها أنتوا هاي يعني صار كتير مرات عم تعملوها بس مو مشكلة أنا رح 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 تصور بمكان تاني والاستيديو تهلنوا فيه ومثل ما شفتوه بمرسال قرر أنه يغير الاستيديو بالكامل بعد ما قررت بيسان السجل بنفس الاستيديو ما أدروا والله كتبوا لي شو رأيكم هل اللي صار هو عبارة عن صدفة أنه بيسان قررت السجل بنفس المكان اللي دي يسجل به مرسال وهل تتوقعون أنه بيسان لح ترد على مرسال أو لا يعني ما ح ترد وبس والله هنا وصل نهاية المقطات من أحقا عجبتكم لا تسلطوا اللايك وتشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة